فجأة عاد مشهد قطع الطرقات باتجاه واحد أو اثنين لا فرق من دون أن يشمل كل المناطق بل تركز في مناطق محددة ذات بعد طائفي ومناطقي مرتبط بخصومة سياسية أعمق صحيح أن مشهد قطع الطرقات رافق تحول حراك 17-20 إلى لغة الشارع والتذكير بالنهج الميليشيوي في أحيان كثيرة لينكشف بعدها في تزامنه مع أحداث بعينها صارت أزمة رئيس تياري المستقبل سعد الحريري عنوانا للشارع الذي انتفض في الأصل لإسقاط حكومته عندما تكون برجة والبديوي وترابلوس وصيدة وكرنيش المزرعة مراكز لقطع الطرقات يصبح البحث حكما عن أزمة حريرية أول الأزمات أعقبت استقالة الحريري وبدأ طرح أسماء لغيره لتأليف الحكومة وعند كل اسم يطرح كان يتكفل قطع الطرقات بحرقه هكذا حصل مع سمير الخطيب مثلا وحده حسان دياب نجح وإن كان تكليفه قد مر أيضا على رائحة الإطارات المشتعلة عند خطوط التماسي السياسية المرسومة حديثا كانت مفارقة أن يتلازم عمر الحكومة الأصيلة لدياب مع تحركات متكررة وقطع طرقات متنقلة لكن المفارقة أن الشارع نفسه صمت يوم إعادة تكليف الحريري في 21 تشرين الأول الماضي وهو الرجل الذي انتفض عليه لإسقاط حكومته وهو الشارع نفسه يعود اليوم إلى سياسة قطع الطرقات على وقع أزمة تعصف بالحريري الذي فشل حتى الساعة برفع تشكيلة حكومية تحترم الدستور وتعتمد معايير واحدة وهو المطروح اعتذاره نتيجة هذا الفشل نعم أزمة الرئيس الحريري كبيرة جدا أقول لك معلومات ومعلومات أكيدة دبلوماسية هناك غضب صعودي من خلال لجوء سعد الحريري إلى الإمارات ومن قبلها إلى تركيا ونحن نعرف أن السعوديين لا يظهرون هذا الغضب كلام الرئيس الفرنسي أو مناشدة الرئيس الفرنسي للمملكة العربية الصعودية بأن لا تترك لبنان هذا الكلام يعني به بأن لا تترك سعد الحريري لأنها تركت سعد الحريري بالتالي باعتقادي أن التسوي الأقليمي المقبل إذا لم يلتقط الرئيس الحريري الفرصة سريعا ويصعد إلى بعبده ويجلس مع الرئيس عون للتفهم على حكومة حقيقية وواقعية وليست حكومة أوهام وأحلام أو حكومة هلامية لا لون ولا طعم ولا رائحة لها إذا لم يسارع بالتقاط الفرصة الآن في المرحلة اللاحقة سنبدأ نسمع حديث مختلف هذا الحديث يقول نريد حكومة في لبنان ولا يتضمن هذا الحديث شرط أن يكون سعد الحريري رئيسا المعادلة في المنطقة تبدلت كما أن الحريري فقد ثقله الخالجي السعودي تحديدا والنصيحة وقف لعبة الرسائل السياسية عبر تجيش الشارع وقراءة موضوعية فزيارة إلى بعبده فحكومة بمستوى التطلعات لأن المعادلة الدولية والإقليمية تغيرت كليا الساكن البيت الأبيض ليس ترامب ساكن البيت الأبيض هو بايدن هو هذا الكاثوليكي الذي سينصق إلى أبعد الحدود مع حاضرة الفاتيكان في عملية فتح الأبواب الحوارية والتفاوضية في منطقة الشرق الأوسط وأولها إيران وأولها وقف الحرب على اليمن وأولها إعادة النزحين وإنهاء الأزمة السورية والعودة إلى التسوي السلمي للصراع العربي الإسرائيلي وفي مقدمه حل الدولتين نجا لبنان حتى اليوم من مخاطر تجيش الشارع لكنه قد لا يكون بمنأة عن تداعيات خطيرة خصوصا أن البعض يربط محاولات إحياء داعش في العراق وسوريا بإمكانية استغلال أي ثغرة في الشارع لإعادة إحياء التنظيم الإرهابي في لبنان محاولة إحياء داعش هو محاولة إحياء هذه الورقة قبل الجلوس إلى طاولة التفاور وما حصل في العراق خطير جدا جرى تثبيت معادلة رعب من يستخدم الإرهاب الداعشي عليها أن يتلقى رد السريع في لبنان باعتقادي باعتقادي أن العين الأمني مفتوحة ومفتوحة بقوة وتحديدا على صعيد الجيش ومخابرات الجيش التي تولي هذه المسألة أهمية استثنائية ومتابعة دائمة خاصة لموضوع الخلايا النائمة والدئاب المنفرد من يلعب هذه اللعبة الآن سيكون مدان وطنيا وسيشار إليه بالإصبع ويسمى بالإسم في هذا الإطار تحديدا لا معطيات أو مؤشرات تفيد بأن داعش يعود للتحرك في لبنان وثق ما تؤكد مصادر عسكرية للأو تي في وإن كان الجيش متيقظا أكان في الداخل أو عند الحدود خصوصا لناحية ما يحصل في تدمر وتير الزور والعراق ما يعني عمليا أن ما يحصل في الشارع اليوم لا يتعدى المخاضة السياسي بسلاح الفوضى علما أن كل تجارب السابقة تؤكد أن فشل استغلال الشارع في الرسائل السياسية سيتكرر فلا حكومة ستكون خارج إطار احترام الدستور ووحدة المعايير ولا حكومة ستكون حكما لا تلتزم تنفيذ الإصلاحات وعلى رأس سلم أولوياتها التطقيق الجنائي